مرحبا بكم في قناة كونان اي ار قصة الرجل الذي فقد كيس نقوده في مكة قال ابن جرير الطبري رحمه الله كنت في مكة في موسم الحج فرأيت رجلا من خرسان ينادي ويقول يا معشر الحجاج يا أهل مكة من الحاضر والبادي فقدت كيسا فيه ألف دينار فمن رده لي جزاه له خيرا وأعتقه من النار وله الأجر والثواب يوم الحساب فقام إليه شيخ كبير من أهل مكة فقال له يا خرساني بلدنا حالتها شديدة وأيام الحج معدودة ومواسمه محدودة وأبواب الكسب مسدودة فلعل هذا المال يقع في يد مؤمن فقير وشيخ كبير يطمع في عهد عليك لو رد المال لك تمنح شيئا يسيرا ومالا حلالا رد الرجل الخرساني على عرض الشيخ الكبير قال الخرساني فما مقداره وكم يريد قال الشيخ الكبير يريد العشرة مئة دينار عشر الألف فلم يرضى الخرساني وقال لا أفعل ولكن أفوض أمره إلى له وأشكوه إليه يوم نلقاه وهو حسبنا ونعم الوكيل قال ابن جرير الطبري فوقع في نفسي أن الشيخ الكبير رجل فقير وقد وجد كيس الدنانير ويطمع في جزء يسير فتبعته حتى عاد إلى منزله فكان كما ظننت سمعته ينادى على امرأته ويقول يا لبابة فقالت له لبيك أبا غياث قال وجدت صاحب الدنانير ينادي عليه ولا يريد أن يجعل لواجده شيئا فقلت له أعطنا منه مئة دينار فأبا وفوضى أمره إلى له ماذا أفعل يا لبابه لا بد لي من رده إني أخاف ربي فقالت له زوجته يا رجل نحن نقاص الفقر معك منذ خمس سنة ولك أربع بنات وأختان وأنا وأمي وأنت تسعنا لا شات لنا ولا مرعى خذ المال كله أشبعنا منه فإننا جعا واكسنا به فأنت بحالنا أوعى ولعل الله عز وجل يغنيك بعد ذلك فتعطيه المال بعد إطعامك لعيالك أو يقضي له دينك فقال لها يا لبابة أآكل حراما بعدما بلغت من العمر الكبري وأحرق أحشائي بالنار بعد أن صبرت على فقري وأستوجب غضب الجبار وأنا قريب من قبري لا وله لا أفعل قال ابن جرير الطبري فانصرفت وأنا في عجب من أمره هو وزوجته فلما أصبحنا في ساعة من ساعات من النهار سمعت صاحب الدنانير ينادي كما بالأمس فقام إليه الشيخ الكبير وقال يا خرساني قد قلت لك بالأمس ونصحتك وبلدنا وله قليلة الزرع والضرع فجد على من وجد المال بشيء حتى لا يخالف الشرع وقد قلت لك أن تدفع لمن وجده مئة دينار فأبيت فإن وقع مالك في يد رجل يخاف الله عز وجل فهل لا أعطيتهم عشر دنانير فقط بدلا من مئة يكون لهم فها سطر وصيانة وكفاف وأمانة فقال له الخرساني لا أفعل وأحتسب مالي عند الله وأشكوه إليه يوم نلقاه وهو حسبنا ونعم الوكيل ثم كان اليوم التالي فنادى صاحب الدنانير ذلك النداء بعينه فقام إليه الشيخ الكبير فقال له يا خرساني قلت لك أول أمس امنح من وجده مئة دينار فأبيت ثم عشر فأبيت فهل منحت من وجده دينارا واحدا يشتري بنصفه إربة يطلبها وبالنصف الأخر شاة يحلبها فيسقي الناس ويكتسب ويطعم أولاده ويحتسب قال الخرساني لا أفعل ولكن أحيله على الله وأشكوه لربه يوم نلقاه وحسبنا له ونعم الوكيل فجذبه الشيخ الكبير وقال له تعال يا هذا وخدنا نيرك ودعني أنام الليل فلم يهنأ لي بال منذ أن وجدت هذا المال يقول ابن جرير فذهب مع صاحب الدنانير وتبعتهما حتى دخل الشيخ منزله فنبش الأرض وأخرج الدنانير وقال خد مالك وأسأل لها أن يعفو عني ويرزقني من فضله فأخذها الخرساني وأراد الخروج فلما بلغ باب الدار قال يا شيخ مات أبي رحمه الله وترك لي ثلاثة آلاف دينار وقال لي أخرج ثلثها ففرقه على أحق الناس عندك فربطتها في هذا الكيس حتى أنفقه على من يستحق والله ما رأيت منذ خرجت من خرسان إلى ههن رجلا أولى بها منك فخذه باركا له لك فيه وجزاك خيرا على أمانتك وصبرك على فقرك ثم ذهب وترك المال فقام الشيخ الكبير يبكي ويدعو الله ويقول رحم الله صاحب المال في قبره وباركا له في ولده المصدر من كتابي مرآة الزمان الجوزي